بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الدرس رقم 17 في الـ Access دروس دي بتجيلكو برعاية askfraud.net أتمنى تزوروا صفحتنا على الفيسبوك facebook.askfraud النهاردة هنعمل خطوة جديدة في الـ Database اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت للي ما كانتش معانا احنا المرة اللي فاتت انتهينا بـ Database دا شكلها تفتح فورم اقدر اختار بغاناب موظفه عشان تتعارض اقدر اضيف بغاناب موظف او ابع الموظف الحالي زي من شايفين او اعمل حفظ للتعديلات يعني لو اضفت بغاناب موظف او حتى عدلت بغاناب موظف حالي اقدر اعمل حفظ اقدر اخذ الموظف الحالي دا وطلعه في سورة تقرير اقدر اعرض تقرير في جميع الموظفين واقدر انهي قاتل بنات اللي هنتعلمه النهاردة في منتهى الاهمية هو تكملة على الدرس دا هنتعلم ازاي نخفي الـ Ribbon هنتعلم ازاي نلغي الـ Close Button اللي في الفورم واللي في الـ Report هنتعلم ازاي نحط في التقرير ثلاث او امر في غاية الاهمية امر طباعة امر حفظ وامر عودة علشان يرجع تاني للفورم دا الدرس الـ 16 والدرس الـ 17 والدرس الـ 18 اهم 3 دروس في قاعد البانات نبدأ باسم الله ازاي افتح قاعد البانات دي علشان اقدر عدل فيها فكل اللي بعمله ان انا ادوس shift من الكيبورد وافضل dice وافتح قاعد البانات قدام شوية هنتعلم ازاي حتى نلغي الـ Option لان كده القاعدة مش سكيور ممكن اي حد يفتحها عشان يعدل فيها طيب تعالوا يبدأ باسم الله الفورم دي انا عايزها لما تفتح تملة شاشة وتلغي الـ Ribbon اللي بيظهر فانا هروح من الـ Property هنخليها بوبوب Model وفي الـ Event On Open لما الفورم دي تفتح انا هبدأ اكتب كود انا مش بحب الطريقة دي طريقة ان احنا نشرح جومة الكوب من غير ما نكون شرحنا VBA لكن مؤقتا علشان المسال اللي احنا بنعمله انا عايزكوا تحفظوا الكود ده وتكتبوه بيديكو انا حتى مش حط لينك ليه علشان تكتبوه انا المرة دي مش استخدم الماكرو بيلدر انا هروح الـ Code Builder هكتب بايدي السطرين دول هكتب Document Do CMD ودي غالبا الجملة الامر اللي بابدع بيه دايما Show Dot Show Toolbar في IntelliSense بيظهر فانت ممكن تختار في حاجات بقى انت مضطر تكتبها بايدك هو الـ Toolbar اللي انت عايز تحكم فيه هو الـ Ribbon فانا هعمل To Code وهكتب بايدي ما بينهم كلمة Ribbon طيب انا كده خلصت لا انا كده لسه مرتروش هعمل ايه؟ حط كومة تلعت لي ثلاثة اختيارات هو بيقول لي الـ Toolbar اللي انت اختارته ده عايزه يظهر ولا لا ولا يظهر حسب الحاجة انا بقول له لا لا السطر اللي انا كتبته ده بيقول لما الفورم الـ Small Stuff تفتح الـ Toolbar اللي اسم Ribbon مش هيظهر طيب انا بس مش حاجز اجرب لان احنا اللي اجربنا اوكي احنا هدنا Close Button زي ما انتشايفين كده الـ Ribbon اختفى وعشان يرجع لازم افتح الـ Database وندازشفت يأول خطوة تاني خطوة اتعالوا برضو في الـ Design تعالوا نفتح مع Shift لان انا محتاج الـ هديف Button انا فتحت الـ Database دلواتي وندازشفت عشان اوقف الـ Form Open عشان الفورم ما تفتحش في الـ Design الـ Button اللي هو بيعرض المنظف الحالي اللي كان بيطلع على التقرير كان بيطلع على التقرير وبيسيب الفورم المفتوح فانا هروح للـ Event بتاعه اللي هو كان مكرو انا هلغيه خالص وابتده اقول له لا الـ Button ده اللي هو بيفتح التقرير اللي اسمه Find by Find by ID مش عايزه مكرو ده انا بايدي هكتب كود انا هكتب ايدي دلوقتي انا هكتب سطرين سطر يفتح التقرير وسطر يقفر الفورم فهقول له برضو document انا لازم افتح التقرير الاول Open report اسم التقرير اللي انا افتحه ايه كده كان لازم نعرف الاسم اسمه Find by ID طبعا لازم تأكد ان الاسم مكتوب اللي بتاعه صح طب كده خلاص لا انت افتح التقرير طيب لو سمحت document المرة انا عايزة تعمل Close مفيش حاجة اسمها Close Form بصوا وانا هعمل ايه Close مسافة سوري Close مسافة Easy Form كما To Code اسم الفورم To Code Enter انا هوقف السطر ده عن العمل هعمل Edit معلش انا عرف ان في ناس هتحس ان احنا بنتقطع فانا بس احط له Comment كده علشان ما يشتغلش على فكرة ينفع تعملت One Code بالكيبورد يعني انت راجيت هنا بالكيبورد وعملت One Code كده قصت اتحول لونه اخدر فمش هشتغل انا ليه عملت كده لان انا عايز اجرب الامر ده تعالوا كده نعمل Save View ادي الفورمهو اعرض الموظف الحالي سوري هو احنا غلطنا غلطة احنا فتحنا التقرير ما قولنا روش في Ino View كويس ان احنا بتحصل اخطاء ونشغالين اعرض الموظف الحالي Property Sheet Event Procedure احنا عايزين التقرير يتعرض احنا لازم نحدده الفيو فتح التقرير ما افلش الفورم تعالوا نشوف ما افلش لي فتح التقرير احنا كابين كلمة اصطاف غلط فتح التقرير فتح التقرير لازم هيحصل ما فيش بروغرامنج من غير اخطاء كده افل الفورم طيب انا دلوقتي عايز اضيف هنا احنا كده خلصنا 50% من درس النهاردة انا عايز اضيف هنا 3 باطن لماذا يستطيع حصن كروسموتك ؟ لان انت بعد شوية هيكون عندك كتير قوي من الكماند فلازم تبعرف كل واحد بيعمل ايه البطن ده ON CLICK ده بقى هيعمل العكس هي DO COMMAND الاول يفتح الفورم هونا اللي بفتح الاول لان انا لو قفلت الامر انتهى مفيش مكان ينفذ منه الامر فانا الاول بفتح الفورم اللي اسمها STUFF الفورم مش محتاجه نوع الابنينج الفورم بتفتح الاطول في الفورم VIEW وهرجع اعمل CLOSE لل EC REPORT اللي اسمه FIND BY ID يجرب كده مرحل FIND BY DC COMMAND openfor sorry openfor من بتاخدش بعديها كود معلش لما هنشرح VBA انت مش محتاج تحفظ بالمناسبة بس احنا دلوقتي عشان انا عايزكم تعرفوا الاوامر دي عشان تستخدموها لكن في دورة الفي باي هتلاقوا الموضوع بسهل كده اشتغل اهو تمام طيب تعالوا نروح برضو للتقرير ديزاين تعالوا نضيف الامرين التانيين انا عايز بطن قدر استخدمه عشان اعمل حفظ للبيانات عشان انا عايزها في ملف excel في ملف pdf عايز احفظها عندي على الجهاز نفس الطريقة property sheet يستحسن ادي له اسم مناسب يعني ولياكم مسلا save it من ال event وانا وايف على البطن الاسم save هقوله on click حتي بكود بايدي الكود بسيط خالص دو كوماند برضو اوتبوت 2 هو انا عايز اطلع ايه ايه اللي هاحفظه تقرير فهتطلع ecb ec output report هو المفروض بعد كده هتقوله انت عايز التقرير ده يحفظ بصورة ايه بس هو هنا في ميزة ان انت متقولوش هو ايه طب تعالوا بس نعمل كومة عشان نشوفها ايه الصيغل شايفين كلمة اوتبوت فرمات المفروض ايجي هنا اقوله انا عايز التقرير excel word pdf لكن انا يستحسن ما قلوش ليه لان انا لو قلتروش تعانو شوف يحصل ايه انا عايز التقرير اللي احفظه اللي هو اسمه find by id ليه انا بقولوك يستحسن ما قلوش ايه التقرير اللي ايه الصيغة اللي انا عايز احفظ بيها لان انا لما قلوش بيحصل ايه بيبتدي نطلع اللي الاختيارات اللي بختار منها طبعا لو عملت cancel هيقول لي خلي بالك حصل error وهنتعلم المرة الجاية ازاي نتحكم في الرسالة دي عشان مطلعش بالشكل ده لان لو ديك دي قاعدة ببنات حقيقة وشغالة اي حد هيوست debag هيروح للكود فاحنا نتعلم بس المرة الجاية ازاي كمان نتحكم في رسائل الخطأ يبنا دلوقتي عندي database شغالة ادي formal small stuff اخترت الموظف جاكي ده مثلا اقدر اعرضه اقدر احفظ بياناته عندي على الجهاز مثلا pdf تعالوا نختار database بنفس الاسم تعالوا نشوف كده هل فعلا تم الحافظه لا لا اهو بيانات الموظف تلات عندي في ملف ايه pdf تعالوا نضيف الامر الثالث اللي هو print design من design ادي بطن جديد بطن ده بيعمل افتباعه وزي ما قلنا الاسم اللي هنا مش مشكلة ده ممكن يكون عربي انا هميني الاسم اللي في اثر لان هو ده الاسم بتاع الكوماند فده مثلا ساميه print هو برضو مش مهم انت تسميه ايه لكن هو ده بيفيدك لما تيجي بعد كده تعمل tracing للكود البطن ده on click لما حد يدوس عليه هكتب كود بايدي الكود ده بيقول بسم الله الرحمن الرحيم document.run command انا عرف ان في ناس مستغربة لكن عزرا حاولوا تحفظه موقعا لغاية ما نتكلم عن الفي باي اي سي سي ام دي برانت ايه طيب هل انا محتاجة ادي له اسم التقرير لا في البرانت هو بياخد الوبجيكت اللي هو واعف عليه طيب نفس المشكلة الوحيدة اللي فاضلا ان انا لو عملت طباعة وعملت cancel هيطلع ال error ده اللي احنا هتحكم فيه المرة الجاية اتمنى كل الناس تعمل الخطوات دي تعالوا بس كمان الفورم نرجع الامر ده يشتغل تعالوا كده نشوف شكل ال data base وهي كاملة انا هقفل الخالص اهو ده شكل ال data base لما فتحت اقدر اختار موظف اعمل له عرض ارجع تاني عشان اختار موظف غيره اقدر الموظف اللي اخترته ده اعمل له print طبعا cancel هديني دي باج ما علش او اقدر اعمل له حفظ هنوقف كده هنكمل المرة الجاية سبحانك الله بحمدك اشهدوا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك